دمار لما تسلب المواطنة من شخص وتقول أنت عديم المواطنة شنو مصيره؟ الله لا يحطكم بهالموقف الله لا يحطكم بهالموقف ولا يحط أحبابكم في هالموقف لما تسلب مواطنته بدون وجه حق وتحرمه من اللجون للمحاكم وتقول لك بسحب جنسيتك بناء على قرار قيادي فاسد فاسد كم راحوا قياديين للنيابة وانسجنوا؟ كم راحوا في المباحث وانسجنوا؟ أمن الدولة مباحث معلشنو؟ ترى هذا اللي يكتبون القواني؟ هذا اللي يكتبون التقارير تقارير يكتبونها ملايكة ولا شنو؟ ترى هم هذه؟ هل تتجسس على الناس؟ ولا تكتب تقارير مزورة على الناس؟ ولا تتبلع على الناس؟ ولا تحط مخدرات للناس عشان تسرق فلوس الصراف الإيراني؟ ولا تحط ما دين شنو عشان تبلع على هذا؟ ترى كلها قضايا بالمحاكم موجودة معروفة الضباط معروفة اسماهم ترى هذولي بعد ما نسجنوا كانوا دمروا ناس واجد قبلهم؟ هذا حق المواطنة الأهم حق يتألق بالشخص عز من المال وعز من الوظيفة وعز من النفوه ولا يوجد ظلم أكبر من ظلم سحب المواطنة لا يوجد ظلم ولا يوجد قهر أكبر من قهر أنك تسحب مواطنة الرجل الشريف والفاسد تخلونا قهر عائلات نسحبت نعرف عائلات وصلوا من خمسين سنة يعني جد وابن وابن ابن تربوا بالكويت درسوا بالكويت عاشوا بالكويت مشوا كوتيين بين يوم وليلة صاروا مكوتيين وان يروحون مسؤولية منه مسؤولية منه أحد حس فيهم أحد احتم فيهم أحد رعاهم أحد سأل عنهم ما أحد سألهم أخطر شيء حق المواطنة وسلبها وأكبر بصمة عار في جبين أعظام مجلس الأمة أن لم ينتصروا أكبر بصمة عار للأمة أن ما انتصروا المظلوم مغهور هو أبناءه وهم عايشين مرتاحين مع عيالهم مهم شيء أنا لو أطرح اسماء رح أطرح اسماء كثيرة لكن أنا بطرح مثال ناس يقولون هذا الاستجواب مجيّر للشخص لا هو حق المواطنة بس أنا ما أقدر أطرح أربعين حالة مظلومة هذا أطرح مثال قانوني وجهوبني قولي الإجراءات سليمة أسحب استجوابي أسحب استجوابي قولي الإجراءات سليمة قولكم جمت بالقانون ونفذت القانون أسحب استجوابي وأنا لقلت فعلت رح أطرح مثالا جنسية أحمد الجبر أبوه ما أخذ الجنسية بـ 62 لازم الناس تهدري أبوه ما أخذ الجنسية 59 طلعت وأول جنسية صارفتين بـ 65 أنا ما أدري التاريخ كم بالضبط أثنين وستين من أول الكويت أخذ الجنسية مادة خامسة ماكو مشكلة أخذ ولده الجنسية لما صار عمره ثمانتعش حط الجنسية وراه أحمد أخذها لما صار ثمانتعش سنة الثلاثة ثمانين إذن هو كويتي ابن كويتي خلاص مش مجنس مثل ما يقولون مثل ما يقولون أعداء الحق اللي قاعدين يشتغونه من اليوم أعداء المرجرة أعداء الوطن أخذ العنق وبدأ العنق